من فترة كده كنت بدور على حامل الشاشتين اللي عندي. انا عندي شاشتين على المكتب بتاعي. بيساعدني طبعا في الشغل بتاعه كده. فحبيت ان انا اجيب لهم حامل يكون قوي ومتين. يعني يخلي الموضوع يشكله اشك كده على المكتب. فطبعا لما يعني بدأت ادخش على النت وادوره كده. فالموضوع ده يا جماعة في منه اشكال والوان يعني وحاجات كده لا تعد ولا تحصى يعني. بس انا باهتم في اي حاجة بحب اجيبها بالكواليتي طبعا. وطبعا لازم يكون ايه يعني كلمة مقابل سعر. بس باهتم اكتر بالكواليتي اكتر حتى من الفلوس. يعني لو هدفع فوص اكتر شوية. بس هياخد كواليتي افضل. فده يعني انا بروح ديما للاخترار دوت. وخصوصا ان ده حامل هيشل لك شاشتين. فلو هو مش متين ومش قوي. لقدر الله هياخد لك شاشتين ويقع بيهم. فالشاشتين هيكسروا. فانت تبقى دخلت في سكة تانية وفي قصة تانية خالص يعني. فدي يعني حاجة من ضمن الحاجات اللي ما ينفعش تستخسر فيها الفلوس. المهم عشان ما تقولش عليكم انا دخلت بداية دور عالنت. لحد مواقع الاخترار الحمد لله على حامل من شركة نورسو بايو. الشركة دي طبعا دي مشهورة جدا ومتخصصة في موضوع الحوامل. فانا جبت برضك موديل معين هو المدير رقمه اتش مئة وتمانين بي. طبعا هقول لكم ليه الاخترار ده بالذات او انا يعني لشمان روحة للحامل ده مش نوع تاني يعني. هقول لكم طبعا في الحلقة واحنا مع بعض كده يعني. خليه بس هقول لكم شكل الكارتونة هيبقى عامل ازاي. ادي يا جماعة شكل الكارتونة هو. يعني انا حاولت ابعد لكم الكاميرا عشان الكارتونة ببقى كارتونة كبيرة يا جماعة والحامل تقيل انا شايله بادي كويس والدنيا تمام ولا هو يعني اي كلام يعني ده اللي هنعرف حالة طواردة ان شاء الله بس يعني لو شفت الفيديو وعجبك ما تبخلش علي بلايك كومنت جميع ازاي كده اشتراك في القناة وانت مش مشترك وفعل زر الجرس وهنا بينا عالان بوكسينج يا شباب. اه طب يا جماعة رجعت ربعة للانترو كالعادة نخش في العظيم طبعا هنجيب معنا اللي هو العصفرة بتاعتنا اللازيزة والمنتج زي ما انتم شايفين يا جماعة هو بالكيسة بتاعته حتى ده الرقم الشحن بتاعه لان انا جابه من السعودية مش جابه من هنا وجابه شحن يعني فما فتحتوش والله قدامك وايه الكيسة لسه هتفتح اول فتحة. فيعني بصوا هاشتاج بقى اصمر. اصمر ده يا جماعة لو حد مش عارف عن ايه اصمر يعني اللي هو صوت الامبوكسنج ده متع بصراحة. بلك يا جماعة الكارتونة تقيلة فعلا فيعني ايه راعوني بقى انا ايه الحاجة كده. بسم الله. آآ الصوت ده جميل قوي يا جدعان. انا باعش حاجة اسمها ابوكسنج بصراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نقبل بقى السكينة بتاعتنا. طيب وسبحش اعيفين كده في الاول هنا في الكتاب يعني ده بص جمعة ده مش كتاب ده مجلة. بص المنظر طبعا هو هنا ترام بيعرفك ازاي تركيبها وكده بس ده مجلة يا جماعة. يعني ايه ده مش كتاب كزا اللي بنشوفه والوان كده وشغل وحاجاته بتاعت. معلنا منه. وهنا دي ورقة ما عرفش راعة ايه? ودي بتاعت عشان آآ ما يعفينش تقريبا لحاجة كده يعني. المهم. ودي ورقة ما فيها جواها حاجة دي. لأ. فقط دي هم فيش جواها حاجة. طيب بصوا انا هطلع معاكم وانا بالحظ بقى انا وانا ونصيب يعني. طيب دي هنا كده اهو فيه مصامير وحاجات اهيت. هنبتع طفل الكلام ده كله وحنشوفه احنا بنركب مع بعض. الحاجات ادي لازمتها ايه يعني. بس ادي ادي اول كيسة. طيب. وهنا فيه دراعها اهو كمان. ده ما عرفش بيعني كفصو كده لا. بس ده معدن يا جماعة. ده معدن. الجزء ده بلاستيك من جوة. من جوة هنا بلاستيك طبعا. بس ده معدن. ودي الدراع التاني اللي زيه. هم طبعا دراعين لانهما يعني ده حامل لشاشتين طبعا زي ما قلتلكم. ادي ده اعتني نفس الكلام. ودي هنا. شوف دي كده الاول. دي قطعة بلاستيك. بتركب برضوك في الحامل. هيا شوفي لكو ده في الكاميرا لا انطلعها. اهيا جماعة. ودي قطعة بلاستيك التانية برضوك زيها برضوك هي هيها نفس الفكرة. وفيه كمان قطعة تالتة هنا. طبعا تبقوا مستغربين القطعة دي كلها بس انا يعني لما هركب الحامل هتفهموا القطعة دي كلها بتاعت ايه او يعني لازمتها ايه يعني. دي قطعة التالتة كمان هيت. يبقى نطلع الدراع بقزة نفسه. ادي اول دراع بسم الله ما شاء الله يا جماعة تقيل. ده اكتر من كيلو يا جماعة. انا ما عش بس ده اكتر من كيلو. بس يا شباب. اه. اه. دي شكل هو. طبعا اه معدن طبعا وش يعني جماعة وهي ده بقى وبتاع. يعني الحامل ده بصراحة اه فيه شغل جامد جدا هو يعني. ادي شكل هو طبعا ده اللي هو نورس بيه اللي هو الماركة بتاعت الشركة ذات نفسها. ودي الدراع التاني بردوك نفس الكلام. هو نفس الشكل ونفس كل حاجة. نطلع بردوك من كيسة. وهو يا جماعة. وعليه بردوك الشعار بتاع الشركة اني بي. على فكرة جماعة دي مش مش استيكر ورق كده. لأ دي انت عارفين اللي هو مش عارف المادة. قمش بان لكم كده في الكاميرا ولا. بس دي مادة جماعة زي اه رابر كده او بلاستيك كده المادة دي. اللي هي ما تحط بها صبعك دي او بضفرك كده ما تحصل لاش حاجة يعني. هم دي مش ورقة يعني. فهم حاجة بريميوم كده. شكل الدراع التاني هو. وهي دي القطعة دي بردوك دي بلاستيك يا جماعة. دي قطعة دي بلاستيك. هعرفكم بردوك بتاعت ايه? ماشي? ودي اخر حاجة معنا. العمود او الحامل زي اتنبسه بقى. وطبعا يعني مش محتاج اقول لكم اكيد ده معدن اهو. ده شكله يعني حول جابولكو كده من كل حتة. شكله من تحت اهو من هنا. ده طبعا معدن يا جماعة. هتقول لي طب كده خلاص ايه? خلصنا انبهارات يعني عمشيته هقول لك لا طبعا لسه في انبهارات كمان. ناخد الانبهار التاني. بصوا كده يا جماعة انشيل ديت. لاقي هنا الجزء ده. طبعا ده اللي بيمسك بقى العمود اللي كنت مرور لكم شوية اللي هو العمود ده يا جماعة. ده بقى الجزء اللي بيمسكه في المكتب. طبعا الحامل ده ممكن يركب بطريقتين اللي هو السي اللي هو كده او ممكن لو فيه عندك فتحة في المكتب. يركب عطول في المكتب زيت نفسه عطول يعني. ادي طبعا ده معدن طبعا وتقيل تقيل تقيل والبتاع دي يعني محترمة جدا. اهو كده من كل الاتجاهات. بصراح حاجة محترمة جدا يعني. كده طبعا الكرتونة خلاص. وقادي كده يا شباب يعني ده كده شكل لكل محتويات الصندوق. ده كل اللي موجود في الصندوق. ده كده كان بتاع الصندوق. نشوف بقى الخطوة جاءة ان شاء الله فيديو كده حال قد ما اقدر اسولوكم الفيديو عن طريق التركيب الحامل ده في الشاشتين اللي عندي. فتابعوا الشرح. اه طبعا يا جماعة جميعنا طرقوا بعد كده ونشوف بقى طريقة التركيب الحامل مع بعض هتبقى عاملة ازاي. طيب انا مبدائيا كده جبت الكيسة. الكيسة دي. اللي كان فيها المصامير والحاجة. طبعا الافضل اللي انت هتحطيها بطبق. بحيس ان انت ايه? الحاجات ما ادعش منك ولا حاجة يعني. تمام? هتيجي بعد كده هنا قدي العموزة نفسه. وهتجيب القطعة دية. انت هتدخل القطعة دي في القطعة دي كده. بالمنزر ده. في عندك طبعا هنا اربع مصامير اللي هما دمك. هنلاقي شكلهم كده اللي هما مصامير اللي اربع مصامير دمك. هتركبهم هما اللي هنساعدون في التركيب دمك. طبعا العلبة جاي معاها او الكيسة جاي معاها طبعا مفتاح اللي احنا هنستخدمه. طيب هنجي كده. هي المنزر ده كده جماعة. وهنركب الاربع مصامير بتاعنا بالشكل ده. نف اول واحد كده. احنا ايه? هنسبتهم بس الاول بادينا كده كروك اي حاجة. مفضل دايما انت ايه تركبهم بزاوية الاول عشان اه ما يعني تبقى التركيب اسهل بالنسبة لك يعني. هنحط المصمار التالت. ودي اخر مصمار. طبعا انا بس عملتهم بايدي كده. بس هنحرق دلوقتي بالمفتاح الاربع مصامير. طيب. وانا شايفين كده? انا خلاص ربطت الاربع مصامير. وطبعا حرقت عليهم جامد جدا. هيبدأ بقى كان نيجي نركبهم هنا بقى. هنجيب الكطعة دي. كطعة دي بتقاركبه هنا كده. وهنيجي هنا كده على المكتب. نحطها في الحتة دي كده بالزبط. ونقفل بالمفتاح بتاعها. وطبعا لازم ايه نحرق جدا على البتاع دي عشان ما توقعش لقدر الله وتاخد شاشات معاها كل حاجة. فلازم نقفل عليها كويس جدا. طيب زي ما هنحن شايفين كده خلاص الحامل ماسي كويس جدا في المكتب. هنجيب بعد كده. هنجيب الكطعة دي. الكطعة دي كل اوظفاتها بس انها مظهر جمالي عشان تغطي المصامير دي بدل ما يترعب المنزر ده كده. تغطيها يعني. فهتنزل بالمنزر ده. كده وزي ما هنحن شايفين. وفي كمان القطعة دي. دي بتتركب هنا كده. بردك عشان تخفي المنزر ده. ومنها بردك هيبقى كيبل منجمنت. احنا ممكن نعدي سلوك من هنا كمان يعني. هنشوف طبعا مع بعض الكلام ده دلوقت. طيب هنيجي بعد كده هنجيب الكطعتين دمت. اللي هو مشكلة بعض دمت. وهندخلهم هنا كده. ما هشايفين؟ بالمنزر ده مثلا هنا كده. وهنيجي بعد كده هنجيب الكطعة دي من الكطعتين. هم هنا في منهم اتنين. هدي الكطعيات. هتدخلها بردك كده هنا. حطها هنا كده مسلا. وهنيجي هنا كده بالمفتاح لانك بردك. ممكن بقى ايه? نقفل الجزء ده بده ما هو بيلف كده. هنا ايه? ممكن نقفل عليه كده. ونقروس عليه. بحيس ان هو بقى ايه? مسك معانا يعني. هنيجي بعد كده هنجيب الكطعة دية. وهننكبها هنا كده. نعم زمان شايفين? دخلت معانا. ونجيب بردك الكطعة التانية. اهي. وندخلها كده. بعد كده هنجيب الجزء ده دي اخر واحدة. وهندخلها فوق هنا كده. تمام? ونقدر بردك نقفل عليها. طبعا اللي عايزه يا جماعة الكطعة البلاستيج لازمتها ايه? انا كده خلاص الدرع ده ممكن تزبط الوضع اللي انت عايزه في الارتفاع بتاعك وبعد كده يعني تقفل عليه بالجزء ده. حيس ان الدرع ده لو انت عايز تطلع به فوق شوية او تنزل به تحت او كده الاجزاء دي هتساعدك في حاجة زي كده. فانا هفترض بس دلوقتي جدلا ان ايه? الوضع ده انا هشتغل عليه. طبعا الوضع ده بعد كده معجبنيش هفك دي وارفع الدرعات دي. بس انا هشتغل على الوضع ده دلوقتي كده مؤقتة. طيب هتيجي بعد كده هتلاقي الكيسة برضوك فيها اللي هم القطعة دين دمات بلاستيك بتحطهم هنا كده اول واحدة. والتانية برضوك نفس الوضع هنا كده. بعد كده هتيجي على الدرعات بقية تحت اجزة نفسها وهتدخلها عادي خالص كده اللي هو ايه? زي حاشرة كده يعني. واردك ودي الناحية التانية. هتدخل الحامل بالمنزر ده كده. ادي شكل هو كماء. دم احنا شايفين? طيب هنلاحظ هنا في مصمر كده. نخب انها شايفين المصمر ده. المصمر ده ده هو وظيفته ايه? زي مانتش شايفين الدرع بيتحرك معي حر. فانا ممكن لو انا عايزة يعني اقفل الموضوع ده شوية. انا ممكن اقفل المصمر كده. الاخر مسلا. نخب انها تلاقي الدرع ما بتحركش معي. بقى اجيمت تقل معي شوية. لو انا عايز بقى امن على الموضوع ده خالص هم جاء اقفل كده. تلاقي الدراع ما بتحركش معي. دي حاجة انتموكم يعني ما تحسوهش لازم بايدك يعني. بس كده خاص دراع ما بتحركش معي. بس طبعا ده مش حاجة كويسة انا احب الدراع يكون حر معي شوية. فانا هفتحه كده يعني ايه بحيس ان الدراع يبقى حر معي كده. برضو في الناحية التانية هنا نفس الكلام. فانا برضو ايه هقفله هنا شوية. مسلا كده. وحيس برضو انتمو بقى ايه حر معي. طيب احنا كده ركبنا خلاص الحامل يعني او كده تمانين في المية من الشغل وكل خلص. هيجي بعد كده بقى الدور على الشاشتين. طبعا زبا هشايفين الجزء ده كده الجزء ده بطلع وينزل معنا هوت وبرضو بيلف يعني ايه زي يمين كده. وبيلف في الشمال كده كمان. فاحنا كده هنحاول بقى ايه نركب الشاشتين مع بعض ونشوف الشكل نهاية ايه هابقى عامل ازاي. طيب زبا هشايفين كده يا جماعة اللي عندي هنا شاشة سامسونج اللي هي ادسي جي خمسة. طبعا دي مقاس سبعة وعشرين. ففيه طبعا هنا لاربع مصامير اهما. طبعا هنا هنا برضو. طبعا جاي في الكيسة هنا كده برضو. في من دي. من القطع بلاستيك الزغارة دي. في منها تمانية. والمصمار ده برضو. في منه تمانية. وطبعا فيه مصمار بيبقى حجمه اكبر كمان جاي في الكيسة. بس انا ما بفضلش الحجم الاكبر يعني عشان ايه شاشة ما تخش يعني المصمار ما يخشش يخرم البانل زيت نفسها يعني من ورا كده بوزي الشاشة. فانا هستخدم المصامير دي. فانت بتدخل المصمار في الجزء البلاستيك ده هنا كده. وطبعا بتركبه في الحامل وتركبه في الشاشة. فانا هركبهم الاربع كده وارجع لكم تاني. اه طب يا جماعة اهوت انا كده ركبت خلاص ادي اول شاشة اللي هي السامسونج انا ركبت الاربع مصامير زي ما هشايفين اهما. انا اه بالمناسبة مركبش القطع البلاستيك ديت. اللي هي دي. انا مركبتاش. حسيت ان لو ركبتها المصامير مش تبقى مسكة كويس يعني. عملا هي يعني بترجع لكل شاشة يعني. زي ما نتوقع شاشة سامسونج دي هنا مقاسها سبعة وشين بوصة. وفي هنا دي تسعتاشر بوصة. دي شاشة دي الاستيراد. ركبتهم برضوك اهو. الاربع مصامير طبعا الشادي نعملها يعني بالطول والشاشة دي بالعرض. هوريكوا برضوك شكل كده نهائي بقى بعد ما نوصلوا كده. لان هنا برضوك هنا فيه كبل محترم جدا فيه الحامل دوت. فيه هنا مسلا زي ما شايفين القطع دي كده. القطع دي بتعدي منها هنا السلوك. وفيه هنا الجزء ده كمان. الجزء ده فيه مصمار هنا هو. مصمار هنا. المصمارين دمال بيتفكوا. وتعدي منهم برضوك سلوك. فالشكل في الاخر بيبقى كويس جدا بصراحة يعني. او زي ما شايفين يا جماعة ادي كده الشكل طبعا ده الشكل انا زبطه انا يعني بحب الشات تبقى تحت كده. طبعا بصوا بقى زي ما شايفين انت عندك الالتاجات كلها ممكن تطلع بقى بفوق هنا او تنزل تحت زي ما شايفين كده. اه ممكن طبعا تجيب الشاشة بقى كده تجيبها كده براحتك. ممكن طبعا زي ما شايفين تلفها كده. طبعا هي بتخبط معينة هنا بس انا لو عايزة تلف اه هعليها من هنا. يعني اعلي الحامل بتاعها من هنا كده. اللي هو الدرع ده زي ما قلتلكم يا جماعة. انا ارفع ضمت كده فوق. هيسمح لي بعد كده ان الدرع ده اقدر اقلبه كده وكده يعني. فده انا هعمله انا بعد كده. ودي زي ما شايفين برضو جديد بالطول. انا ممكن بقى الفها مسلا بالعرض كده او كده. طبعا بس انا مش عارز ايه الاف عشان مخبطش في الحاجات اللي قدامي وكده يعني. فبصراحة جميلة جدا الحامل ممتازة جماعة شايل الشاشتين يعني باريحية ومتين بصراحة يعني. فده كده كان شكل الحامل بعد ما ركبناه. يعني استنوا مني بقى كده الكلمة الاخيرة او الخلاصة. انا ليه جبت الحامل ده? ويعني كلمتي كده انهائية وترشيحي للحامل ده تجيبوه ولا ما تجيبوهوش. اه طبعا جماعة وقدينا زميحة شوفنا يعني ركبنا الحامل مع بعض. طبعا التركيب بتاعك كان سهل جدا. يعني بس على جاوة الفيديو يعني لو انا معيبش صورة كويس قوي لانه طبعا صعب جدا انا اركب الحامل بيدي لاتنين. وفي نفس الوقت ان انا اصور. فيعني بس عماتنا هو تركيبه سهل جدا مش محتاج حاجة خالص يعني. طيب يعني اخيرا بقى كده انا اش معنا اخترت الحامل ده. بصة جماعة الحامل ده ما زميحة من شركة نورس بايو. والشركة دي هي متخصصة جدا في موضوع الحوامل. فشركة يعني ايه? لو ما اتدورش وراها. اي حامل من نورس بايو ده هيبقى محترم جدا وحاجة بريميوم. وفعلا انت لو يعني لو انت جبت الحامل ده بسيته في ايدك. لأ اه هتحس بالفخامة في الموضوع. فالشركة دي محترمة جدا. طيب انا زميحة او انتوا عارفين عني انا بحب دايما اكتر ما ايه حاجة تانية. يعني في حوامل كترة جدا بس بيبقى سعرها رخيص. اه يعني سعرها رخيص بس هي الجودة بتاعتها مش قد كده. فانا لا ما عنديش مشكلة ما تفع بوصة اقتر شوية. بس اجيب حاجة تكون القوات بتاعها محترمة. طيب الحامل ده جماعة بيشير شاشات المفروض من اول مقاسة اتنين وعشرين بوصة لحد اتنين وتلاتين. طبعا الشاشة السامسونج اللي عندي الورا ديت دي سبعة وعشرين. فهي بين الرينجد الشاشة العادي خالص. نخف كله بصراحة مش شاشة اللي هي بالطول ديت لان الشاشة دي تسعتاشر بوصة. بس يعني سبحان الله لقيت الحامل اه شهيلها او يعني في مكان ليها. الفكرة كلها جماعة هتقول يعني يا شيطه هو ايه المشكلة في المقاسات ديت? الفكرة ان الحامل من وراء الفتحات بتاعته بتاعت المصامير بتبقى مزبطة على مقاسات الشاشات ديت. ولكن تخيف ان الفتحات بتاعت الحامل الشاشة بالطول دي ما تبقاش رجب معها. بس لا ركبت معها الحمد لله. فهو المفترض ان هو قوي جدا ان هو يشيل شاشات لحد اتنين وتلاتين بوصة. فده يواريك قديه ان الحامل ده قوي. طبعا الميزة برضو كلي فيه قوي جدا ان الحامل ده حارفنا جماعة الشاب بتاعته او الشاشة ده انت ممكن تركبها في الحامل ده. انت عارف فيها تعمل فيها اللي انت عايزه. انت جيب الشال قدام ترجحها الورد. طلحها فوق. تنزيلها لتحت. اه تجيبها شمال اليمين. تلفها بطول. مية وتمين درجة ولا تلاتين درجة. تجيبها بالعرض تاني. انت تعمل فيها اللي انت عايزه. فيعني فانت تغيب زرطر من كده ايه? حامل ماتين جدا يشيل شات اه يعني مرتاح جدا مفيش في اي معاناة. اه الحامل كمان من شركة معروفة. الحامل بيديك الحرية المطلقة في ان انت الحركة براحتك في كل الاتجاهات. في حاجة كمان خلتني اختار الحامل ده يدون عن اي حامل تاني حتى لو من نفس الشركة برضو كلها النور صبايوم. اللي زي ما تشوفين كده العمود اللي بطول ده يا جماعة. انا انا كنت عايز الفكرة دي. ان يبقى الحامل عمود بطول وطالع منه دراعين. اللي في حامل تانية من نفس الشركة. لا الموضوع مش كده. الموضوع هو زي قاعدة كده. وطالع منها اه الدراعين على طول. فكان بيبقى ليها زي حز كده او بوز. يعني موك يغبط في الحيط. طبعا ما كانش هيدين الحرية اللي انا محتاجها يعني. انما الحامل اللي بالشكل ده نور او بطول كده. وعندك الدراعات كده طالع منه. هو ده بصراحة اللي انا كنت عايزه. حتى عشان موكم اركبه عندي في الدور التاني هنا في المكتب بتاعي مسلا. اموكم حتى اركبه تحت في الدور الاولي ده. براحتي هنا او هنا يعني. طيب الحامل ده اه انا وقت ما جبته هو كان عندي بقاله كتير يعني والله هو انا كنت لكنه بصراحة. لو حد ما جيت ركبته هو كان موجود على امزون مصر كان طالبا عمي ست الاف جنيه. طبعا ده راكم اوفر جدا لان احنا عادين في ام الدنيا يعني. انا جبته كنت جايبه من السعودية من امزون السعودية بالشحن بالكلام ده كله طالبا عمال له تلات تلاف جنيه. يعني يعني جبته من هناك على واحد صاحبي واحد صاحبي شاحن هولي اه بشركة شحن يعني وكده. وبعتقولي تكلفة كلها تتاليا كانت تلاف جنيه. كان موجود على امزون مصر هنا كان عامل ست تلاف جنيه. طبعا هو الحامل ده ست تلاف جنيه? لا. يسور تلاف جنيه? اه جدا. يعني هو يسور رقم ده اه. انما اكيد مش ستة يعني. فانت لو عايب تتجيبه من بره. يعني صفقة كويسة جدا ليك يعني. فبس شباب انا سيب لكم برضو كلينك الحامل ده موجود في امزون الصعودية سيبولكم في صندوق الوصف. وكالعادة لو انت استفدت مني حاجة ما تبخرش على بلايك ومن تريميش زيك كده اشراك في القناة وانتو مش مشاك في عزر الجرس وبس كده يا شباب. سلام.